مع حلول شهر رمضان المبارك تشهد الأسواق في مناطق سيطرة الأسد ارتفاعا ملحوظا في أسعار معظم السلع والمواد الغذائية وتموينية الأمر الذي مهد الطريق نحو حالة من الشلالية تسيطر على حركة البيع والشراء في الأسواق نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى السوريين متأثرة بالانهيار المتسارع على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي شبح الأسعار والغلاء الفاحش ألقى بظله على واجبتي السحر والإفطار مع تسجيل الكلفة الشهرية لهما أرقاما قياسية تتراوح بين سبعة إلى ثمانية ملايين ليرة سورية وفق ما أكده أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى النظام عبد الرزاق حبزة مضيفا في حديثه لوسائل إعلام موالية أن كلفة وجبة السحور ليوم واحد ولأسرة مكونة من خمسة أفراد فقط تبلغ مئة ألف ليرة سورية مستشهدا بالتمور التي عادة ما تشهد إقبالا عليها خلال شهر رمضان إذ يتراوح سعرها اليوم ما بين ثمانية عشر إلى مئة وسبعين ألف ليرة سورية للكيلو الواحد رمضان هذا العام وعلى ما يبدو سيكون أكثر صعوبة من سابقاته على السوريين في مناطق سيطرة الأسد في ظل الأزمات المعيشية والاقتصادية المتواترة والتي تنعكس سلبا بالدرجة الأولى على المواطن نتيجة الفارق الكبير بين الدخل والإنفاق وغياب أي بوادر لانفراجات لطالما تعهدت بها حكومة النظام مرارا وتكرارا في وقت يقتصر فيه دورها على القرارات التعسفية وإطلاق الوعود في العنان بينما ظلت ولا تزال حبرا على ورق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر